تفكيك ميليشيا الإمارات وتسليح قوات الشرعية مطلبان رئيسياً سابقان لعودة الدولة إلى عدن وفق تصريح لوزير النقل صالح الجبواني الذي أكد على أن الطريق الحقيقي للسعادة الشرعية في عدن يستلزم رفض ألوية الشرعية بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة الجبواني في تغريدة له على تويتر قال إن ميليشيا الإمارات يجب أن تفكك في خطوة تسبق دمجها بألوية الجيش ثم دفعها لجبهات ضد ميليشيا الحوثي وكان من اللافت استخدام المسؤول الحكومي اسم ميليشيا الإمارات بدل ميليشيا الانتقال في تأكيد حكومي على دعم أبو ظبي لانقلاب العاشر من أغسطس دعوة الوزير الجبواني لتفكيك ميليشيا الإمارات وتسليح ألوية الرئاسة تزامنت مع انسحاب شكلي للانتقال من بعض مبانا حكومية وهو الانسحاب الذي علق عليه الجبواني بالقول إن عودة المباني وعودة بعض جنود من الحماية الرئاسية لحراستها ليس عودة للدولة تصريح وزير النقل فسره البعض بمثابة رفض حكوميا للإجراءات العسكرية الأخيرة التي أعقبت انقلاب عدا خصوصا وأنها توازت مع تواجد لغلة إماراتية سعودية في مهمة منوطة بالإشراف على انسحاب المجلس الانتقالي من مؤسسات ومعسكرات الحكومة فيما هو واضح فإن الحكومة تشكك في فكرة انسحاب ميليشيا الانتقال التي تبنتها السعودية في الوقت الذي أكدت فيه تصريحات لقيادة في الانتقال رفضها تسليم المقرات التي استولت عليها بالقوة في ظل تصاعد اتهامات محلية ورسمية بوقوف الرياض وراء انقلاب عدا الأمر الذي يجعل انسحاب ميليشيا الانتقالي مجرد مسرحية مفضوحة حتى اللحظة على الأقل